السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبنات طلاب الصف الثالث سنوي الزراعي جميع المجالات أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة مصر التعليم الفني وأهلا وسهلا بكم مع أسرة نحل العسل ودكت القز بالقناة اتكلمنا الحلقات السابقة على العمليات النحلية اللي بيقوم بها النحال أثناء عمله بالمنحل وعلى مدار العام واتكلمنا برضو على فرز العسل اه اتكلمنا على مراجعة عامة على اللي انت درسته في الصف الثاني الثانوي اه هنتكلم النهاردة على موضوع هام جدا وزي ما قلتلك المرة اللي فاتت وزي ما بقولك على طول ان مواضيع النحل كلها مرتبطة ببعض يعني العمليات النحلية اللي درسناها مع بعض قبل كده واللي قلناها مع بعض قبل كده هتبص تلاقي في موضوع درسنا وفي موضوع كل درسنا بعد كده مرتبطة بيها وكل درس مرتبط بالآخر يبقى معنى كده ان انت ما بتاخدش درس من النص وخلاص انت لازم تكون عارف أساسيات اللي احنا قلناها لازم بعد كده بيتبني على الأساسيات دي المواضيع الهامة اللي انت بتدرسها في موضوع مهم جدا هندرسه النهاردة ولكن قبل ما ندرس الموضوع ده النهاردة وقبل ما نتكلم عليه انت كإنسان لازم تبقى قاعد آمن في بيتك يعني اذا دخل عليك عدوه في بيتك اذا دخل عليك حد في بيتك هيخرب بيتك هيتغذى على الطعام بتاعك اللي موجود في بيتك وانت مش هتلاقي مكان تنام فيه ولا مكان تقعد فيه ولا أكل تتغذى عليه ايه اللي هيحصل ليك على طول اللي هيحصل ليك على طول ان انت هتسيب له البيت كله وتمشي هتسيب البيت كله وتمشي هتعمل هجرة طيب ده برضو اللي بيحصل في النحل يبقى في الحالة دي ان الانسان اللي دخل عليك في البيت ده وعمل ده كله في بيتك ده بسميه عدوه ليك بسميه عدوه ليك زي ما فيه عدوه ليك وممكن يعمل كل الحاجات دي فيه عدوه للنحل برضو او فيه اعداء للنحل ممكن تعمل الحاجات دي برضو ده موضوع درسنا النهاردة وهو اعداء النحل ايه هي الحاجات اللي بتضر النحل ايه هي الكائنات الحية اللي بتضر النحل مش شرط حشرات لا ممكن تكون افات حشرية وعندما اقول افات يبقى مش معنى افات يعني حشرات افات يعني هي الكائن الحي الذي يسبب ضرر بيولوجي في الكائن الحي الاخر طيب الافات بتاعت النحل او بسميها اعداء النحل اللي بتضر النحل في افات حشرية وفي افات غير حشرية هنتكلم النهاردة او هنتكلم دلوقتي على الافات الحشرية اول افة من الافات الحشرية وهي ضبور الباح لو افتكرت ان في العمليات النحلية اللي قلناها اللي النحل بيعملها في منحله قلنا انه بيفضل يكافح ضبور الباح لانه هو العدو اللدود بتاع النحل يعني الملكة بتظهر في شهر 3 او في اخر اتنين وبتفضل مستمرة معاك لحد شهر 11 يبقى حوالي 8 شهور او 9 شهور بيفضل الدبور الباح ده بيفضل ليه اثر غير جيد على النحل دبور الباح شكل قدامك اهو دبور الباح ده وصفه اللي بيكون احمر اللون وبتكون عليه بعض الاشرطة والبقعة الصفراء بيكون طول الملكة 3.5 سنتي بيكون طول الزكر 3 سنتي بيكون طول الشغالة 2.5 سنتي ده دبور الباح طيب ايه ضرره دبور الباح وبيظهر امتى دبور الباح لازم عشان تعرف العدو بتاعك ولازم عشان تأمن من خطر العدو بتاعك لازم تدرس ولازم تكون عارف تاريخ حياته وتطور حياته طبعا دبور الباح لما جيت انا قلتلك في انشاء المناحل في سنة تانية قلتلك لازم يبعد المنحل بتاعك عن مزارع النخيل ليه عشان دبور الباح لان من اسمه كده دبور باح يبقى العائل الاساسي بتاعه هو الباح يبقى انت ما ينفعش ان انت تعمل المنحل بتاعك جنب مزارع النخيل ليه لان انت كده كأنك قدمت لدبور الباح وجبة هنية داسمة اللي هي النحل طيب دبور الباح ده بتخرج الملكة بتاعتها في بداية فصل الربيع يبقى في اخر شهر اثنين وفي شهر ثلاثة بتخرج الملكة من البيات الشتوي اللي هي كانت فيه يبقى الملكة في نهاية شهر احداشر بتعمل بيات شتوي بتخرج في فصل الربيع بتخرج بتعمل ايه بتحاول الملكة تبني البيت بتاعها او تبني المستعمرة او العش بتاعها بتعمل ازاي بتاخد بتبني العش بتاعها بوسط الطين والاوراق اللي هي موجودة اوراق الشجر بتفرز عليهم مادة لعبية بتخليهم زي العجينة كده وبتبني بيها عيون سوداسية بتبني اول دور اول طابق من البيت بتبني الملكة هي اللي بتبنيه وبتبيض فيه اول طابق ده البيضة بتاعة دبور البلح اول ما بتفقس بيطلع منها ياركة وبتتحول بعد كده الى حشرة كاملة ادي هوريت بالزبط شكل عش دبور البلح ده شكل عش دبور البلح بتبني العش بتاعها في شكوك الحوائط او التجويف بتاعة الاشجار او الجسور بتاعة الترع اللي هي حوالين المنحل اللي هي جنب المنحل بتضع بتصنع العش زي ما قلتلك عيون سدوسية البيض بيفقس بتاع دبور البلح بعد خمس ايام انا عاوزك تعمل مقارنات على طول البيض بتاع النحل في كل كلامنا في النحل هقرن لك بين الحاجة اللي احنا بندرسها وبين النحل عشان اذكارك بس بيض ايام وبياخد المجال بتاعه وبياخد التطور بتاعه لحد ما بيبقى شغلات وذكور بيجي بعد كده الشغلات بتظهر الملكة بتفضل في مكانها زي ما هي في العش اللي هي بنته وبتيجي الشغلات بقى بتبني بتكمل بنا باقي العش يعني بيوصل العش ده من ست الى سبع ادوار عش دبور البلح طيب يبقى انا لما جيت قلتلك في العمليات النحلية ان في بداية شهر الربيع او في العمليات النحلية اللي انت بتعملها في شهر ثلاثة شهر مارس ان انت تتتبع ملكات الدبور وتقتلها طيب ليه لان انت لو قتلت ملكة الدبور واحدة كأنك قتلت 15 الى 20 الف دبور لان الملكة الوحدة هتبني العش بتاعها وهتنتج في الموسم حوالي 15-20 الف دبور الـ 15-20 الف دبور دول هيتطلع على المنحل بتاعك ويأثروا تأثير سيء على المنحل بتاعك طيب موقع انتشار دبور البلح زي ما قدامك اهو منتصف شهر مارس لحد منتصف شهر نوفمبر دبور البلح بيهاجم النحل على مدار 8 اشهر او 9 اشهر كمان زروة الهجوم على النحل بتبقى في شهر سبتمبر واكتوبر ليه يا مصر بتبقى في شهر سبتمبر واكتوبر الزروة بتاعة الهجوم دبور البلح على المنحل بتاعك ليه لانه هيبقى بداية الخريف بداية الخريف يعني النحل قل شوية عندك في الخلايا طالة لسه من موسم ربيع وبداية الخريف النحل بيقل وبيض والملكة بيبقى انتاجها من البيض بيبقى ليل فهو بيلاقي الخلايا الضعيفة ويروح داخلها يروح داخلها وممكن تسبب في الآخر خالص هجرة النحل هجرة النحل يعني تفتح الخلية بتاعتك الصبح ما تلاقيش نحل خالص يبقى حصل في هجرة دي أضرار ده ببر البلح بقى لقدامك بيمنع صروح النحل يمنع صروح النحل يعني خلي النحل موجود جوه الخلية ما يطلعش يجيب رحيك أظهار أو يجيب حبوب لقاح ليه لانه هو خايف من دبر البلح بيهتم بحراسة الخلية طيب ومعنى ان النحل يفضل جوه الخلية عندك بالتكتلات دي اللي هي موجودة يبقى معنى كده ممكن يصاب بالأمراض وبالعدوى اكتر الأمراض اللي هو بيصاب بيها اللي هي أمراض ديزنتاريا ومرض النزيمة الأمراض اللي هي بتصيب الجهاز الهضمي طيب بيحجز النحل داخل خلايا فيسبب ظهور بعض الأمراض زي ما قلتلك ومن الضرر التاني اللي قلتلك عليه ان هو بيقتل ويتغز على أفراد النحل بتبص تلاقيه بيقتل أفراد النحل ويتغز عليها بتلاقيه ماسك النحلية كده زي ما يكون ماسك زي ما انت تكون ماسك لبة كده وبتأزأزها بيمسكها بقدمه الوسطى بالرجلين اللي هم الوسطيتين والرجل الأمامية ومعايا فيديو هفرجك عليه ازاي بيتغز وازاي بيقتل النحل نفسه انخفاض نسبة نجاح تلقيه الملكات لانه لما يظهر الملكة تظهر في الربيع الملكات بتلقح امتى بتلقح في الربيع وبتلقح برضه في ملكات بتلقح في شهر تسعة عندما بتطلع الملكة عشان التلقيح دبر البرح بيقابلها ويلتهمها يبقى كده فشل تلقيح الملكة وفشل ترجوع الملكة لخليتها تاني يبقى معنا كده الخلية بتاعتك لازم تشتغل فيها من جديد واذا دخل دبر البلح ده جوه الخلية نفسها ممكن يكون محمل ببعض الامراض وممكن يصيب بيه افراد النحل غير انه بيتغز على العسل اللي هو موجود في النحل برضو في الخلايا الضعيفة يبقى اول حاجة لازم ان انا اخد بالي منها في اي مرض من الامراض او في اي افة من الافات او في اي اعدو من الاعداء لازم اول حاجة اقول ايه تقوية النحل تقوية طواقف النحل بتاعك طيب ده هوريك المصيادة بتاعت النحل هي بتاعت الدبور هي قدامك هتبص تلاقي بعد كده لما اجي اكافح دبور البلح اعمل له ايه اول حاجة تقوية الطواقف النحل تاني حاجة بتجمع ملكات الدبور في شهر فبراير وفي شهر مارس زي ما بقولك وبيتم اعدامها عشان قلتلك الدبور الواحد اللي موته بيرحمك من خمستاشر لعشرين الف دبور بتستخدم مصائل الدبور اللي انت شفتها بتبحث عن عشوش الدبابير اللي هي موجودة حوالين المنحل وبيتم تسميمها بوسط المبيد الحشري تاني حشرة او تاني قافة بتضر النحل هي دودة الشمع دودة الشمع دي من اسمها على طول ان هي بتتغز على الشمع او بتدخل على الشمع الحشرة بتاع الدودة الشمع دي حشرة ليلية في منها حشرة كبيرة في منها حشرة دودة الشمع كبيرة فراشة دودة شمع كبيرة وفراشة دودة شمع صغيرة اللي اتنين خاطرين بتدخل عندما بقولك ان دي حشرة ليلية يبقى فراشة دوت الشمع دي بتدخل في وقت الليل بتدخل للخلايا بس بتدخل انهي خلايا بتدخل للخلايا الضعيفة يبقى انا لازم اقوّل خلايا بتدخل للخلايا الضعيفة والمهملة اللي هي صاحب المنحل او الرجل النحال ما عملش تشتية فيها يعمل تشتية ازاي انت درست في سنة تانية التشتية اللي ممكن تحدث في النح او اللي انت تعملها في النح من اجراءات التشتية دي اللي هي التشتية داخل الخلايا ان انت تخلي تشيل الاقراص الزيادة الزايدة عن حاجة الطائفة وتخزينها طبعا بعد بتخزينها تخزين جيد عشان تقعد معاكل الموسم الاخر اللي هي احيانا الناس بيبخروها بساني اكسيد كربون احيانا بتحط لها برديكس عشان خاطر تخزينها للعام القادم طيب بتعمل ايه دودة الشمع دي اي دا قدامك ارص من الاقراص المصابة بدودة الشمع اول ما تدخل دودة الشمع على الخلية وهي بتفضل الاقراص القديمة اللي هي بتلاقي لونها غامق شوية بتدخل طالما ملاقيتش مقاومة من النحل لان انت ما قوتش الطواقف طالما ملاقيتش مقاومة من النحل بتدخل بتحط البيت بتاعها على الشمع بتبيض على الشمع التطور بتاعها تطور تام برضو اه او تطور كامل زي تطور النحل بالزبط بيضة ياركع عزراء حشرة كاملة اول ما بتحط البيت بتاعها على الشمع وعلى الاقراص القديمة وعلى الاقراص المهملة في الخلايا المهملة وفي الخلايا اللي انت ما عملت اللي هاش تشتية في الخلايا اللي نحلها قليل بيفقص البيت ده وبتطلع منه ياركات بتدخل ياركات في قاع العيون السوداسية وعشان تحمي نفسها من النحل اللي ممكن ييجي يهاجمها بتروح عاملة خيوط زي الخيوط العنكبوتية بتعمل انفاق في الكرس الشمع وبتعمل خيوط عنكبوتية بتمنع بالنحل ان هو يوصل لها ايه ده كرس مصاب هوريك كرس تاني مصابه برضو ودي اللي قدامك دي هي دودة الشمع اللي هي دي دي دودة الشمع ودي مدى تخربها للبرواز هتشوف بعد كده فيه قرس شمع سليم هورهولك اللي هو ده بص شكله بيبقى كويس ازاي ودي النحلة عليه ويتحرك كويس جدا وده كرس شمع مصاب بدوت الشمع دوت الشمع دي بيتسبب في تلف براويز الشمع في الاقراص الشمعية بتلفها خالص طب طالما تلفت الاقراص الشمعية يبقى الملكة هتلاقي مكان تبيط فيه مش هتلاقي الشغلات هيلقوا مكان ان هما يخزنوا فيه عسل او يخزنوا فيه حبوب لكوح مش هتلاقي هتلاقي انت براويز للموسم القادم ان انت تشتغل بيها وتحطها في المنحل بتاعك مش هتلاقي يبقى المنحل بتاعك كده دمر طيب يبقى عشان ادي دي اضرار دوت الشمع تلف الاقراص الشمعية اعاقت حركة وعمل النحل داخل الخلية عند شدة الاصابة زي ما قلتلك لما بيشد الاصابة داخل بيت الانسان وتشد الخطر داخل بيت الانسان بيسيب البيت للناس اللي بيعملوه خطر وبيمشي بره البيت خالص النحل برضو كده بتشتد الاصابة ومش لقي مكان اساسا يقعد فيه ومش لقي مكان الملكة تبيض فيه ومش لقي مكان يخزم فيه عسل ولا يخزم فيه حبوب لقاح يبقى بيسيب الخلية وبيعمل هجرة والهجرة ان هو بياخد افراد النحل كلها وبتمشي الملكة بتشوف مكان تاني ممكن تستقر فيه طيب عشان الوقاية بقى من دوت الشمع تعمل ايه اول حاجة زي ما قلت لك ع Bella قدامك هلوقاية من دوت الشمع اول حاجة قلت لك تقوية الطواقف تاني حاجة ان انت بتنظف الخلية اثناء الفحص وانت بتفحص اللي هي عملية الفحص اللي درستها في السنة تانية بتفحص يبقى بتكشف على الخلية بتكشف على الخلية بتشوف الي فيها بتشوف فيها امراض قل لا بتتطمن على الملكة وتطمن على صحة الملكة وتطمن على سلامة الملكة وتتطمن على سلام وخلو الأفراد من الأمراض وبتتطمن على أني مفيش دودة شمع موجودة لو في دودة شمع أثناء الفحص أنت بتنظف الخلايا دي من ياركات والعزارة بتاعة دودة الشمع بعد كده في حاجة مهمة جدا زي ما قلت لك أن هي حشرة ليلية تبقى موجودة على أرضية المنحل وانت جاي بتفحص لقيت حتة شمع موجودة في الخلية خدت حتة الشمع ورمتها على أرضية المنحل طبعا شيء طبيعي الفراشة بتاعة دودة الشمع دي هتيجي على حتة الشمع اللي انت رمتها دي وتبيد فيها وبيطلع ياركات وتطلع فراشات بعد كده وتدخل تأثر تأثير سلبي على المنحل بتاعك عشان كده في مهارة الفحص بتاعة الطواقف قلت لك ايه قلت لك لازم يكون معاك علبة صفيح تحط فيها البواقي بتاعة أو اللي هي قطع الشمع اللي انت أو الزوائد الشمعية اللي انت بتشوفها موجودة جوة الخلية بعد كده من الوقاية برضو من دودة الشمع ان انت بترفع الأقراص الفارغة من الخلية وبتحفظها بتاخد الأقراص القديمة اللي قلت لك هي آآ دودة الشمع بتحبها ان هي آآ ان هي تحط عليها البت بتاعها بتاخد الأقراص القديمة اللي انت مش هتستعملها هو اساساً الأقراص القديمة دي لازم تعدم لان النحل مش هتشغل عليها وكمان الأقراص القديمة العيون بتاعتها السوداسية بتبقى آآ صغيرة طيب بعد كده في حشرة تاني بتأثر تأثير سلبي على النحل ودي حشرة من آآ ذات الجناحين ودي بتيجي بالمخالب بتاعتها تقف على المنطقة الصدرية للنحل العسل وبالأخص الملكة اذا اذا دايقت الملكة الملكة اذا ما كانتش موجودة براحتها في الخلية يبقى بكل معدل انتاجها للبيت ودي حاجة غير مرغوبة طبعا الحشرة اللي هيكلمك عنها دي بتيجي بتقف على الضهر الملكة او ضهر الشغالة المنطقة الصدرية للشغالة الحشرة دي ذات فم لاعق ذات فم لاعق طيب بتقف ليه انا مش هقول لك كلمة كده وخلاص بتقف ليه على المنطقة الصدرية اول ما بتقف على المنطقة الصدرية ويجي النحل يغزي النحل الكبير يغزي النحل الصغية او يسلم العسل او تيجي النحل اللي هو مسؤول عن تغذية الملكة يغزي الملكة تروح مادة الخرطوم اللي هو بتاع اللي هو موجود في بقها وتروح سحبة العسل من الفم بتاع الشغالات او سحبة غزة الملكات من فم الملكة الحشرة دي اسمها القمل الاعمى اسمها ايه القمل الاعمى الناس يقولوا عليها برغش النحل الناس يقولوا عليها قمل النحل دي ليها مخالب بتبقى وقفة على ضهر ايه شكلها ايه عامل ايه كده دي طولها واحد ونص ملي واحد ونص ملي لونها بيبقى داكن واجزاء الفم زي ما قلتلك لاعق على الارجل بتاعها بتبقى فيه مخالب عشان تتعلق بجسم العائل اه بتفضل ان تكون في مقدمة الصدر طيب ادي هي وهي موجودة ادي دي صورة وهي موجودة على ضهر النحل نفسها الاضرار بتاعة القمل الاعمى اول حاجة بتتغذى يركاتها على العسل وتشوه شكل الاغطية لان هي القمل الاعمى ده الفرض بتاع القمل الاعمى بتيجي الانسة تروح حط البيت بتاعها على الاقراص الشمعية برضو فبتطلع اليركة بتتغذى على الغطى بتاع العيون الغطل اللي هو الشمعي اللي هو بتاع اللي بنقول عليه الختم بتاع العيون السوداسية اللي مخزن فيه العسل بتشوه شكل الاغطية طبعا وبتشوه شكل الاغطية اللي هي بتاعة اليركات طيب بتتطفل الحشرة الكاملة على الملكة بيجعلها قلقة وبالتالي زي ما قلتلك انه هو بيقفض من معدل وضع الملكة للبيت طب مكافحتها اعمل ايه القمل الاعمى ده مكافحته ان انت اهم حاجة ان انت تخليه ينزل من على ظهر الملكة او ينزل من على ظهر الشغالة طب ينزل ازاي ما انت لو مسكتها كده ولو شفتها وانا قلتلك حجمها حوالي ملي ونص لو شلتها المخالب بتاعتها القوية ممكن تأثر على جسم الملكة او تأثر على جسم الافراد فانت بتعمل ايه النيكوتين ده طبعا كلنا عارفين انه هو مادة سامة او مبيد حشري ده في مبيد بيتركب اساسا من النيكوتين اللي هو موجود في السجاير فيجي ورق التبغ ده انت بتجيبه اللي هو فيه نيكوتين اساسا بتحطه في المدخن واول ملاحظت وجود قمل اعمى موجود في الخلية بتاعتك او على الافراد بتاعتك بتعمل ايه؟ بتدخن بواسطة المدخن اللي هو موجود فيه ورق تبغى فبتنزل القمل الاعمى ده بيسيب المخالب بتاعته من على ظهر الشغالة او من على ظهر الملكة وبينزل في ارضية الخلية الخلية طب نزل في ارضية الخلية ممكن يطلع تاني لا انت تحط بقى فرخ بلاستيك بيكون ملزوق عليه بيكون محطوط عليه فزلين الاول ما بينزل القمل الاعمى ده من على ظهر الملكة او من على ظهر الشغالات بيلزق فيه الفرخ البلاستيك اللي محطوط عليه فزلين وبتاخد الفرخ ده وبتعدمه يبقى اهو التدخين الشديد على النحل قدامك على الشاشة اهو المكافحة بتاعته تاني حاجة وضع فرخ بلاستيك عشان تجمع القمل الساقط وبتعدمه بتستخدم برضو مادة السيمول المادة دي بتكون طاردة للقمل اساسا وانه هي بتخدر اعصابه وبتخلي انه هو يسيب المخالب بتاعته من على ظهر الفرد من افراد الطائفة في بعد كده حشرة خطيرة جدا وهي اسمها زئب النحل من اسمها كده زئب احنا الزئب عندنا بنقول الزئب المكار ده برضو زئب النحل ده زئب مكار بالنسبة للنحل زئب النحل بيعيش فيه الانثة والذكر بيعيشوا في مجموعات منفاردة يعني بيكونوا الجحر بتاعهم بيعملوا الجحر بتاعهم في ارضية المنحل او قريبة من المنحل لدرجة ان الجحر بتاع الانثة بتبص تلاقي ممكن يوصل لحق اكتر من متر متر وعشرين سنتي متر وثلاثين سنتي داخل الارض الزكر مختص بحاجة بتعزئ بالنحل والانثة مختصة بحاجة الزكر مختص من هو يقف ينافس الشغلات الشغلات النحل وهم بياخدوا رحيق الازهار من على الزهرة وياخد رحيق الازهار ويزحمهم في اغز رحيق الازهار طيب الانثة بتاعة زئب النحل دي انا قلتلك بكارة شوية تعمل ايه هي مختصة باقتناص افراد النحل طب بتقتنص افراد النحل ازاي اول حاجة بتجيلها في المنطقة الامامية وتروح مسكاها الفرط الزئب النحل ده بيمسك الشغالة بوسط الرجلين زوج الارجل الوسطى بيمسكها وبيلف الجسم بتاعها للخلف فبتيجي النحلة اللي هي الشغالة عاوزة ان هي تلسع بآدات اللسع بتاعتها الحشر اللي جاي لها ده او العدو اللي جاي لها بتروح لسعها بتلسعها فين بقى ما هو مقدر المسافة مش قلتلك هو مكار طيب بتلسعها في منطقة بين الصدر والبطن بتاع زئب النحل المنطقة بين الصدر والبطن بتاع منطقة زئب النحل بتبقى منطقة صلبة ما بتأثرش فيها آلة اللسع بتاعت النحلة فبيتم افراز مادة في النحلة مادة سم من الزئب ليه النحلة بيتم تخديرها بيتخضر بيتدلها بنك وبياخدها بيتغذى عليها آآ والانسة بتاعت زئب النحلة دي بتاعت الفريسة بتاعتها وتوديها الجحر بتاعها وخلاص على كده لا طب بتوديها الجحر ليه لما هي اكلت منها شوية مثلا اكلت منها حيث لا ده بتوديها الجحر بتاعها عشان هي ما تعقولش هم تربية صغارها يبقى بتحمل ايه يبقى بتاخد الشغالة دي وتروح حطاها في الجحر بتاعها وتبيض عليها بيضة يبقى زئب النحلة يبيض على الشغالة اللي هي التهمها او البواق الشغالة اللي هي التهمها بيض عليها بيضة البيضة دي بتفقس بتطلع منها ياركة اليركة يبقى فرض الزئب النحلة ما يعقولش هم اكلها يبقى هي اول ما طلعت اليركة لقت الاكل بتاعها قدامها او لقت الاكل بتاعها تحتها يبقى بتتغذى وبتطلع افراد جديدة من زئب النحلة طبعا معلومة ليك انت تعرفها ان الفرض زئب النحلة في اليوم ممكن يتغذى وممكن يلتهم عشر نحلات يبقى انت لو عندك مستعمرة بتاعت زئب النحلة فيها الف الف حشرة هتبص تلاقي ان عشرة في آآ الف يبقى عشر تلاف نحلة في اليوم يبقى شفت هو زئب النحلة ده مدمر ولا مش مدمر مدمر جدا طيب بتظهر الحشرة دي في شهر اكتوبر لحد شهر ابريل يعني بتقعد عشر احداشر اتناشر واحد اتنين تلاتة اربعة بتقعد سبع شهور موجودة عندك في المنحل اهو ده شكل زئب النحل اللي هو الزكر وهو واقف بياخد رحيق الازهار منع الزهرة في فينو دي الانسة بتاعت زئب النحل وهي التهمت وقضت على شغالة قدامك هي بتلتهمها في الاول وبتحط لها المادة المخدرة بتاع اللي موجودة في السم بتاعها اللي هي مادة آآ تابع آآ تابع مادة الكولين تقريبا اللي هي بتستخدم في التغدير دي بتخضر بيها الشغالة طرق المكافحة بقى بتاعة زئب النحل ده ما هو اي حشرة او اي قافة لازم لها طرق مكافحة واحنا بنقولها واحنا بندرسها اساسا وانت بتدرس آآ عدوك وطبيعته عشان تلاقي تقدر تكافحه ازاي فاحنا درسنا زئب النحل ده وطبيعته وبيعمل ايه بالزبط عشان نقدر نكافحه اول طرق المكافحة بتاعة زئب النحلة ان انت بتستخدم شباك يدوية زي ما قدامك مكتوبة هو في حالة ظهور اعداد قليلة يبقى في حالة ان في اعداد قليلة يبقى بتستخدم شباك يدوية او بتستخدم طعوم سامة بتستخدم برضو مبيدات بحيث بتخلط مع التربة الموجودة على فتحة انت مش هتقدر تدخل طبعا الفتحة بتاعة الجحر دي بتبقى صغيرة جدا يدوب بتدخل بس الفرد بتاع زئب النحلة طيب بتعمل ايه انت مش تقدر تدخل ايدة متر ونص جوه او متر وتلاتين سنتي جوه لا يبقى انت بتحط على فتحة الجحر ده بتحط مبيد وبعد كده بترش بالمية بيتصرب المبيد داخل الجحور وبكده ممكن تقضي على زئب النحل طيب في حشرة تاني خطيرة جدا ودي هتبص تلاقي ان هي اخطر من ضبور البلح اخطر من ضبور البلح ولكن خطرتها بتكون قليلة شوية عشان اعداتها بتبقى قليلة الحشرة دي قدامك ايه وبرضو بتفترس قدامك في الصورة بتفترس برضو الشغلات بتاعة نحل العسل بتفترسها ايه وبتاخدها تشيلها معايا وتوديها الجحر بتاعها وهي الضبور الاصفر بتعيش بيعيش الضبور الاصفر ده في مستعمرات بالقرب من الخلايا او بيكون تحتها طول الضبور الاصفر ده بيكون حوالي متر بيكون حوالي سنتي وتمانية من عشرة لونه بيكون اسود مع وجود اشردة صفراء على جسمه طيب الضبور الاصفر بيهاجم النحل وبيخدروا وبيفترسوا طب بيخدروا ازاي وبياخدوا ازاي اول ما الضبور الاصفر بييجي بيلاقي نحلة اه انه عايش تحتهم عايش تحت الخلايا فيه جحور برضو تحت الارضة زي الزئب النحل وهو شكله برضو فيه شبه منه ولكن بيجي بيخدروا ان هو بيمسك الشغالة وبيلدغها في الشفة السفلة بتاعة فمها بتاعة فم الشغالة فبيبس فيها او بيحط فيها مادة مخدرة بيخدر الشغالة او بيجيب لها في خلي بالك في الضبور الاصفر في الزئب النحل بيخدرها ويعمل لها شلل اما في الضبور الاصفر بيخدرها طيب وبيتم افتراس الشغالة طيب المكافحة بتاعته بتاعة الضبور الاصفر واعمل ايه اول حاجة زي ما قلتلك ان انا لازم اقوي طواقف النحل عشان ممكن عشان هو يقاوم الحشرة دي يبقى اي حشرة هتجيلك في الامتحان او اي آآ آفة هيقول لك آآ المكافحة بتاعتها اول حاجة تقول له ايه على طول ايه تقوية طواقف النحل تقوية طواقف النحل كل ما كان النحل عندك قوي في طواقفه كل ما قدر يتغلب على يتغلب على الافات وبرضو هنشوفها في الامراض يا ده غلب برضو على الامراض بتيجي انت العشوش قلتلك العشوش بتاعتها اللي هي موجودة تحت الخلايا بتقدر كده انت عرفت موجودة فين ودرسنا اللي بيكون متواجد فين فممكن ان انت لو شفت آآ فيه ضبور اصفر طاير عندك فيه الخلية يبقى انت بتدور وعرفت ان العش بتاعه بيبقى موجود اصفل الخلايا يبقى ممكن ان انت تكافحه طيب في حاجة بعد كده وهي خطيرة جدا وهي النمل النمل اه النمل النمل العادي بتاعنا ده فيه انواع كتير جدا من نمل فيه نمل فارسي وفيه نمل آآ مصري وفيه وفيه نمل فرعوني فيه نمل انواع كتيرة جدا النمل ده بيقصر على الخلايا بتاعتك بيقصر على النحل بتاعك بيقصر على النحل بتاعك طيب بيقصر على النحل ازاي انت لو عندك حاجة آآ حلوة موجودة في البيت مش ممكن نمل يجيلها طيب لما عندك انت خلية مليانة عسل يبقى نملها يجيلها مش هيجيلها يبقى النمل هيجيلها طيب ادي النمل اضراره سرقة سرقة المخزون الغذائي لطواقف النحل برضو الهجوم الشديد بتاع النمل لما الخلية تتميلي نملة عندك ممكن يتسبب فيه هجرة النحل المقاومة بتاعت النمل ايه المقاومة بتاعت النمل ان انت تشوف الجحور بتاعت النمل وبتغمرها بالكيروسين عشان خاطر تقضي عليه وفي حاجة تانية مهمة جدا وهي ان انت رجل الخلايا نفسها بتحط بتحطها فيه اواني فخرية زي المواجير الصغيرة كده فخرية بتحط فيها كيروسين او زيت زيت رجوع زي ما بيقولوا عشان النملة مش هتنط من الارض وتطلع على طول على الخلية ده لازم بتمشي وتيجي تمشي عشان تطلع على رجل الخلية تروح وقعة في الاواني الفخرية اللي بيها مية وكيروسين او زيت رجوع يبقى هو ده النملة طيب يبقى دي الافات الحشرية الافات الحشرية طيب فيه افات غير حشرية ايوة فيه افات غير حشرية بتسبب اضرار بالغة بالنسبة للنحل اول افات الغير حشرية طائر جميل جدا كده اسمه الوروار اسمه ايه؟ اسمه الوروار طيب الوروار ده طائر صغير كده وشكله حل اه الريش بتاعه ملون اه من قاره بيكون طويل شوية اه ليه الديل بتاعه ليه اه 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 شكله ظريف قوي شكله حلو قوي الطائر ده بيهاجر لاوروبا من اوروبا والى اوروبا بييجي في مصر هنا مرتين في السنة بيجي في شهر اربعة في موسم الربيع وبيجي في شهر تسعة وهو راجع بعد ما خلص رحلته يبقى هو بيمشي في اصراب كبيرة جدا اصراب الطيور اول ما بيحس طائر الوروارده ان فيه منحل تحته او بيعرف ان فيه نحل في المنطقة اللي هو طاير عليها بيقف عند الحتة دي عند النحل وبيتغذى يعني ممكن الطائر الواحد بس يتغذى على سبعين نحلة في اليوم ممكن يتغذى على سبعين نحلة في اليوم وبيجي بقى المشكلة كلها ان هو بيجي امتى بيجي في موسم التلقيح بتاع الملكات يبقى في شهر اربعة بيتم تلقيح الملكات وفي شهر تسعة زي ما قلتلك بيتم تلقيح للملكات يبقى بينق الملكات وهي طلع تتلقح في الهواء وانت عارف طبعا الملكات بتلقح موسم التزاوج بتاعها بيبقى في الوقت ده وعندما بطيها تتلقح تتلقح في الهواء الطلق بيجي بينق الملكات ويروح متغذى عليها شوف بقى لما الطائر الواحد لما سير بيبقى مثلا ثلاث تلاف طائر او خمس تلاف طائر لما كل طائر واحد بس يتغذى او يأكل او يلتهم سبعين نحلة شوف المنحة البتاعك بيبقى النحلة بيبقى عارف كده اهو شكل الوره ورهولك اهو بص قدامك على الصورة اهو شكله ظريف وجميل جدا شكله زي العصفورة اللي هي عصفير الزينة اللي هي بتقطنيها في البيت اهو شكله جميل ولكن نحلة عارفه بصوته طيب الطائر الوروار ده في منه اشكال وفي منه انواع في طائر الوروار ده الاوروبي اللي هو قدامك في طائر الوروار الشرقي اللي هو ده ما بيبقاش ملون زي الاولاني اول ما النحلة بيسمع صوته اول ما النحلة بيسمع صوته بيفضل جوه الخلية ما يتحركش لانهو عارف فهو مش هيقدر يدخل الخلية ولكن بينتظر على الشجر اللي هو حاولين المنحل بتاعك وبيفضل اول ما يطلع النحل يفترسه ويتغز عليه وهو النحل ده اكل دسمة واكل حلوة جدا بالنسبة لي وبيستنى في المنحل لحد ما يلاقي ان عدم صروح النحل يبقى هو بيمشي بعد كده وبيكمل طريق رحلته طيب عدم صروح النحل ده في حد زيته ليه خطرين عشان تبقى عير عدم صروح النحل وكتمت النحل جوه الخلية بيبقى ضرره اول حاجة انه هو بيصاب النحل بالامراض بيتعيد النحل من بعض بيصاب بالامراض لانه كمان مطلعش جاب مية من بره مضيفة واللي موجود عنده جوه ممكن فممكن يصاب بامراض الجهاز الهضمي زي الدزنتاريا وزي النزيمة برضه يبقى سبب انه هو حبسة النحل في الخلية بتاعته بيصابه بامراض دي حاجة حاجة تانية ده موسم ربيع فالمفروض ان النحل طالع عشان يجيب رحيك ازهار ويجيب حبوب لقاح ويعمل شغله فما بيقدرش يطلع عشان فيه عدوه مستنيه برا يبقى ده عدم سروح النحل ده بيسبب الخطرين دول الاضرار بتاعته والمقاومة بتاعته اضراره بالنسبة للنحل اول حاجة بيهاجم المناحل بشدة بيلتهم كل ما هو طائر من النحل بيهاجم الملكات العزارة برضه زي ما قلتلك عند الخروج للتلقيح في فصل الربيع بيتسبب في احتجاز النحل داخل خلايا مدة كبيرة تنتشر الامراض طبعا طب مقاومته بقى مقاومته تعمل ايه طبعا هو محرم دوليا في اوروبا ان هو ان انت تصطاد طائر الوروار طيب يبقى انت بتعمل ايه وانت اساسا مش هتقدر تصطاده بتطلق اعيارة نارية زي الاعيارة الفشينك دي اللي بيقولوا عليها بتطلقها في الهوى فالوروار بيفر بعيد عن المنحة لانت ما فيش قدامك اللي كده ما انت مش هتقدر تطير ورا الطائر ده وتمسكه وتقبض عليه لا مش هتقدر يبقى بتحاول تهججه بتحاول تمشيه بعيد عن المنحة البتاعك بتطلق الاعيارة النارية او بتستعمل الافراق المعدنية اللامعة الفرق المعدني اللامع ده بتستعمله انه هو بتعكس اشعة الشمس بي على اعين الوروار على العين بتاعت الوروار فالوروار ما بيقدرش يشوف المنحة البتاعك ما بيقدرش والعكس الاشعة الضوئية اشعة الشمس على عين الوروار ده بتخليه انه هو دي حاجة بتضيقه فبتخليه انه هو يمشي بعيد عن المنحة البتاعك بتأثر على تركيزه طبعا فيه مناحل تاني يجيب أولاد صغيرين ويروح جايب صفيح ويعمل أصوات مزعجة على الصفيح يخبط على الصفيح اللي هو تحت المنحل كده فبيعمل أصوات مزعجة بيزعج الوروار وبيخليه يمشي بعيد عن المنحل بتاعك فيه حشرتين أو فيه آفة تاني من الآفات الغير حشرية اللي هي بتسبب ضرر للنحل بتاعك وهي الفقران الفقران دي كلنا عارفينها طرق المقاومة بتاعتها إن هي بتقوّد طواقف وبتضيق باب الخلية لأنه هو الفقران الصغيرة دي تلاقيها دخلت الخلية من الباب بتاعها فأنت بتضيق باب الخلية وزي ما قلتلك قبل كده إن باب الخلية ليه التسعين ليه التساع آآ تسعة سنطي ونص ليه التساع ثلاثة سنطي ونص التسعة سنطي ونص ده بيبقى للصيف التلاتة سنطي بيبقى ليه الشتاء ولكن عند الإصابة وعندما تعاوز أنت تضيق باب الخلية بتاعتك يبقى أنت بتخليه على الثلاثة سنطي عشان خاطر ما يقدرش الفارس صغير يدخل جوه الخلية طب إذا دخل الفارس صغير جوه الخلية هيعمل إيه؟ هيقرد الشم هيقرد الشم هياكل النحل أحيان بياكل العسل أحيان يدمر لك الخلية خالص يبقى كل الأضرار دي اللي بتعملها الآفات الحشرية والآفات الغير حشرية بتخلي النحل يحصل فيه إيه؟ بتخلي النحل غير آمن على نفسه في مكانه فبتخلي النحل إنه هو يعمل عملية هجرة بتحصل فيه ظاهرة هجرة طيب ضم الطواقف الضعيفة دي طريقة من طرق المقاومة برضو بتاعة بتقاوم الفران إزاي؟ بعد كده بتستخدم الطعوم السامة زي ما بالظبط أنت بتعمل بتيجي بتصيد الفران بتحط لها مصيادة بتعمل برضو طعوم سامة وتشوف الجحور اللي حوالين المنحل آآ موجودة بتاعة بتاعة الفران وبتسممها أو بتحط حاجة سامة طعوم سام موجود بالكرب من المنحل جنب المنحل كده حوالين المنحل بيجي الفار بيأكل الطعوم ده وبيموت عمل مصائد للفران طيب بعد كده فيه آفة تاني غير حشرية دي برضو بتسبب أضرار للنحل وهي الضفادع ولكن الضفادع أضرارها بتبقى قليلة شوية لعدم كثرة عددها عددها قليل فالأضرار بتاعتها بتبقى قليلة طيب الضفادع دي بتقف على باب الخلية على لوحة الطيران بتاعت الخلية وبتتغزى على النحل ادي أقل الأعداء خطرا لتضاقل عددها المقاومة بتاعت الضفادع إطالة أرجل حوامل الخلية حتى لا تصل الضفادع للوحة الطيران لأن أساسا الضفادع بتطلع على لوحة الطيران وتقف تنتظر النحل اللي طالع بتزيل الحشائش من أرضية المنحل لأن الضفادع بتكون موجودة في الحشائش اللي موجودة أرضية المنحل يبقى لازم تنظف أرضية المنحل من الحشائش اللي موجودة فيها طيب في بعد كده حاجة تاني اللي هي السحالي السحلية دي من الزواحف وانت عارفها السحالي دي برضو ضررها بيبقى أقل شوية مقاومتها بتبقى زي مقاومة برضو زي مقاومة الضفادع وزي مقاومة النمل هنشوف السحالي هي طرق المقاومة بتاعتها أول حاجة تقوية الطواقف يبقى في كل الآفات اللي هي بتصيب النحل أول حاجة تقوية الطواقف أول حاجة على طول إن أنت بتقوي الطواقف بتاعتك تاني حاجة بتزيل الحشائش اللي موجودة زي ما أزلتها عشان خاطر الدفاضع يبقى أنت كده درسنا الآفات الحشرية والآفات الغير حشرية اللي هي بتسبب أضرار بالغة بالنسبة للمنحل بتاعك وعرفنا إيه هي الآفات الحشرية اللي هي ممكن هي تصيب المنحل بتاعك أول حاجة قلنا عليها هي ضبور البلح تاني حاجة تكلمنا على القمل الأعمى تكلمنا على دودة الشم تكلمنا على الدبور الأصفر تكلمنا على زئب النحل تكلمنا على الآفات الغير حشرية اللي هي طائر الوروار تكلمنا على الدفاضع والفقران والسحالي ولكن أخطر ما في الموضوع زي ما قلتلك اللي هو دبور البلح لأنه بيتواجد بأعداد كبيرة جدا وفي كل عملية من عمليات النحلية اللي هي بتقاوم على مدار الأشهر قلتلك لازم تقاوم دبور البلح لازم تقاوم دبور البلح لأن دبور البلح ده العدو اللدود للنحل زي ما قلتلك أتمنى أن انتوا تكونوا استفدتوا من درسنا النهاردة ودرسه مهم جدا ويبقى في زاكرتك على طول لو حبيت أن انت تعمل منحل وإن شاء الله الحلقة الجاية هنتعرض للأمراض التي تصيب النحل ودي برضو حلقة مهمة جدا 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 وهتفيدك إن شاء الله وأتمنى أن تكونوا استفدتوا وبالتوفيق إن شاء الله أستوى دعاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة